اقر نائب الرئيس الايراني اسحاق جيهانغيري بتأثير وقف تصدير نفط بلاده بشكل تام على الاقتصاد وقال جيهانغيري ان الخطوة المناسبة للتغلب على هذا التهديد تكمن في تسريع عمليات بيع النفط وبشكل مكثف مشيرا الى ان وزارة الخارجية والبنك المركزي سيتخذان اجراءات لتسهيل العمليات المصرفية بالرغم من العقوبات من جهته هدد نائب رئيس البرلمان الايراني ان بلاده ستغلق مضيق هرمز وان تسمح الدول الخليج بتصدير نفطها في حال اقدمت واشنطن على فرض العقوبات